اصبحنا اليوم متفقين انه فهم مشكل مع المرسوم 54 وفاصل 24 منه كما جميع النصوص القانونية المشكل الاساسي موجود في تطبيقه وفي التوظيف متاعه ولو انه في الحالة هذه بالذات حتى النص في حد ذاته جاء واسع جدا ويمكن من استعماله حتى خارج النطاق اللي تعمل فيه لانه نذكر اللي المرسوم 54 تعمل اساسا لمحاربة الاشاعة والجرائم بصفة عامة على وسائل التواصل الاجتماعي ولكن هذا حاجة نجم تصير في اي بلاد في العالم وبخصوص اي نص قانوني بمعنى انه ماهوش عيب كيف انفيقه اللي فما نص معين طلع غير ملائم للوضع وإلا ما قداش المنفع المنتظر منه وبالتالي نتعداه لتنقيحه واسلاحه هذا صار مؤخرا في تونس مع مرسوم الصلح الجزائي مثلا المشكلة مع المرسوم 54 هو انه فما صد لفكرة الاسلاح والتنقيح باش النجم ونواصلوا استعمالوا بالطريقة اللي نشوفوا فيها في تونس في مستوى مجلس نواب الشعب الهيكل الوحيد المخول نظريا اللي نجم يبدل التشريعات تم ايديع مقترح تنقيح من قبل عدد من النواب منذ يوم 20 فيفري 2024 لليوم مزالت المبادرة هذه ملقاتش طريقها الى المناقشة في اطار لجنة الحقوق والحريات مكتب المجلس لم يتداول في الموضوع بتاتا بينما من المفروض خدمته هي احالة مشاريع القوانين ومقترحات القوانين الكل للليجان المعنية كلهم حسب اختصاصها نظريا ايضا مكتب المجلس ورئيس المجلس ما عندهمش الحق يرقدوا مقترح قانون او مشروع قانون ولكن حسب عدد من النواب هذا اللي صاير مع مقترح تنقيح المرسوم 54 وهذا باش يفسروا انه مقترح التنقيح راقد عنده اشهرة طوى في احد رفوف المجلس ولكن ما لازم ناش ننساو ايضا اللي مجلس نواب الشعب مكان تمارس فيه السياسة ولي فما حد ادنى من الحسابات بمعنى وانه يتقال اللي فما خوف من ازمة جديدة مع رئاسة الجمهورية لو تم المساس بالمرسوم 54 اللي هو من جملة المرسيم اللي اصدرها الرئيس بعد 25 جويلة منساوش زادة اللي صار سوء تفاهم خمسة مية وهكاكة بين المجلس ورئاسة الجمهورية على موضوع قانون تجريم التطبيع وقتها السيد الرئيس رصت له يعمل فيه خطاب دونك اليوم فما شكون في المجلس ماذا به ما تتعاودش تصير حكاية مماثلة من نوع هذية نحب نفكر زادة اللي فما عدد من الاصوات حكيه على البناء القانوني متاع مسار 25 جويلة اللي فيه المرسوم 54 وقالوا اللي مراجعة البناء القانوني هذكا يعني ارتداد على المسار متاع سيد الرئيس ومحاولة لتعطيله ايضا هذا بتبعه الحال فيه برشة مغالات اللي مسمي علينا كتوينسا ولو حارصينا كثر من صاحب القرار ولكن هذا مشكل اخر معالجته لزمها اجيال في الاثناء الاكيد وانه المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بانظمة المعلومات والاتصال حسب التسمية الرسمية ما سهمش برشة في مكافحة هاته الجرائم ما ظهر ليش كان بفعل المرسوم هذا نقص الاشعات في وسائل تواصل اجتماعي وإلا نقص عمليات التحيل اللي نلقاوها في نفس تلك الوسائل القوانين من المفروض توضع مش تساهم في حل مشاكل معينة فما بالك كيف يولي القانون في حد ذاته هو المشكلة ومنذ ان تم سن هذا المرسوم مروين عديدة كانت الاصوات اللي قالت هذا المرسوم معناها يخشى منه على الحريات يخشى منه على ممارسة حرية التعبير جاءت زادة وقتها اصوات اللي هي دافعت على هذا المرسوم وقالت اللي هذا المرسوم يجي في اطار مواكبة تونس للترسانة القانونية كما في عدد من دول العالم في علاقة بالجرائم الالكترونية في الاخير الممارسة ماذا بينا لو كان سلطة الاشراف تخرجنا الاحصائيات فيما تم استعمال هذا المرسوم 54 قديش في جرائم في علاقة مثلا بالسلامة المعلوماتية ولا غيرها من الجرائم الالكترونية وقديش في ما يمكن اعتباره حريات وحرية التعبير بالاساس هذه معلومة ما نتصورش بجمعنا نجمو نجمو يعني نتحصلو نتحصلو عليها في الاطار ايه في الاطار اللي نحنا موجودين فيه حاليا ولكن بطبيعة الحال المرسوم 54 منذ اصداره كان يعني مصدر متاع تخوف وكان مصدر متاع وكان مدعاة للنقد من قبل عدد من الفعاليات الاجتماعية بصفة عامة اللي اه شافت هو انه وهذاي وهذاي معناته ما واضح للعيان ما تفهم بغو للأسف فما هنبرش عبيرد الدافع على المرسوم 54 غير ما يظهر لي ما قرأوه حتى في دفاعهم عليه يحكيوا على حويج غير منطقية وغير وغير عقلانية المهم في هذا الكل هو انه المرسوم 54 مخالف للقواعد الدستورية اللي جات في دستور جوليا 2022 بكل بكل بساطة معنا ترى وهذاي من الغريب نعتبر انه المرسوم هذاي اخرج في 13 سبتمبر 2022 بعد ايام من صدور دستور فراد الرسم بالضبط هذا فيه مشكل كيف نعملو المرسوم 54 بينما عنا فصل في الدستور يقول حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات يعني ترى وشوف شو ملحق ايام باللي يكون مرسوم هذاي من غير ما ندعيه انه نحن نفهم مبرشة في القانون الدستوري ولو انه اتسع المجال القانون الدستوري ومتع تأويل الدستور وفهم الدستور السنوات الأخيرة ولكن يظهر لي ما يركبش مع بعضه مش خاص كان جيت عن هكا مؤسسة ما نحن نجمو نحتكمو لها مثلا محكمة دستورية مثلا نجمو ندفعو بعد تسمى الدفع بعدم دستورية نجي انا ولا اي مواطن اخر نجي نتحاكم على نتحاكم على على مرسوم ولا قانون المرسوم اربعة وخمسين المحامية يدفع بعدم دستورية هذا المرسوم ومحكمة دستورية تقول انه المرسوم هذا مطابق للدستور اللي صوتنا عليه هو اله في تقديري الشخصي المتواضع بتبيعة الحال لا ولكن اتضحها بالممارسة وانه المرسوم اربعة وخمسين يعني ستانو تي تري براتيك به برشا في اطار تدريع الخلاق فهذا فيه فيه مشكل اليوم عنا ما اصبح عنا مشكل حقيقي فيما يخص المرسوم هذايا وطرق وترق تطبيقه ومن ناحية اخرى اذا كان معاملين على المرسوم هذايا وعلى التطبيق متاعه خاصة بش انه تكون فما هاكا بش ترجع نوع من هيبة للدولة وبش الدولة تكون مهابة وتكون احترمة فهنا في المستوى هذا فما برشا برشا حاجات اذا ما تتراجع خاطر فما فرق شي سعب انه واحد يكون يحترمك واحد يكون يخايف منك صحيح مش كيف بكل صحيح مش حكيوا على بيان هبط منذ ثلاثة ساعات في صفحة السفارة الفرنسية بتونس حول ايقاف المحامية والصحفية سونيا الدهماني هذا شعان اليوم